يلا بره! تبشي اطلعي بره! فلاح جاهل يرمي أخته في الشارع بعد ما رجعت غضانة من بيت جزهة ياريت يا جماعة نكمل الرسالة دي للآخر لإنها مهمة جدا وقبل ما نبدأ كلنا نصلى على النبي وما تنسوش نوصل الفيديو لخمسين ألف لايك بسم الله امي! تقل لي جابك هنا! سامع يا امي زعلني وبهدلني وماليش حد غيرك عشان عديله! ابعدي! استهلي! انت رجع علي دلوقتي رجع عنا ليه! اروح فيني امي بس دلوقتي ازاي تعملي فيها كده? انا برضو بنتك! ما تكيش حاجة هنا ولا تكيش حد هنا عندنا خلاص! انت تروح بمضح ما جاتي! دلوقتي افتكرت ان انت بنتي مش ده اللي انت تحدطينا علشانه? مش ده انت سيبتينا علشان تتجوزيه وتجري وراه? افيني يا صوتكم معالي شرم معالي! شرم معالي! مالكيش انت ده يا سكوت انت مش عارفة حاجة خالص! فضالي الهاني! جاية دلوقتي تشكي وتبكي! اروح فين دلوقتي يا بقى! بص يا امي بتعمل معي ايه? حرام عليك يا امي تعملي فيها كده! وانت مش حرام عليك اللي انت عملتيك فينا? بس دلوقتي. بس ايه? انت مش عارفة حاجة. ومستخرة ميجي دلوقتي. هيعمل مشكلة يا بنتي. سيبها حاجة علي انا سيبها بس دلوقتي. شوفتي امي تعمل معي ايه هده? ده يرجي حد ده. ازاي امي تعمل فيه كده? اوح! شوفتي امي تعمل معي ايه هده? ده يا رجي حد ده? ازاي امي تعمل فيه كده? انا عملت ايه لكل ده؟ كل ده انا عشاني اتجوزت واحدة انا كنت عاو زوجة احبه تعمل فيه انا كده انا عملت ايه يعني غلط يا ايه بقى انت ساعدت بس حقق علينا هو ده اللي حساني انا حس ابيكي واحدة اختك امين اختك امينة رجعت البيت غضبانة انت بتقول ايه؟ مين دي اللي رجعت البيت؟ انا مش قولت البيت دي ما تدخلش البيت مرة تانية؟ والله العزم ده اللي حصل تعال انت بقى وتصرف معي طب ايه فيل انا جاي؟ يلا ما اتأخرش والله يا ابني ما ليها دعوة؟ اولا مش قولت البيت دي ما تدخلش البيت ده مرة تانية؟ برات اخيالي دخلت دخلت ازاي يعني؟ انا قلت لها ملياش مصطفها يتداي تبوعي كده اوعي خليت صرف معي ايه اللي جابك؟ بس يا مصطفا جايا بعدين برراحة عليها مصطفا بس كنت انت؟ اقولك برراحة عليها طيب ما نطلع بره دلوقت؟ ايه اللي برراحة امي وعلى فكرة سألت معاك بعدين يلا امي من اللي جابك مش ده يا بيت اللي تحلتيني عشانه رد علي كفاية بقى يا مصطفى كفاية اللي معاملتك دي هي اللي وصلتنا للنقطة دي انا ما عملتش حاجة غلط انا تجوزت على سنة اللي هو لا عملت الغلط وعصيت كلام اخوكي وعصيت كلام امك احنا بناتنا مفيش الكلام ده اللي تعمل كده تبقى واحدة مش محترمة اللي تعسق اهلها ما تستهلش ان هي تعيش وسطيهم انت فضلتين على اهل ايه المشكلة يعني يا مصطفى ما عملتش غلط انا واحد بيت واحد متجوزته على رسالة اللي هو رسوله هو عملت معايا كده وبقدمي بسبب ان انت بعيد عني المفروض ان انت ظهري ليا وحماية لاختك مش تقس علي واجي لحد عندك بتعملني كده وانت ملكيش اخر قلتلك ملكيش اخر لو سمعت كلامي واتجوزت ابن عمي اللي نازل من الكويت كماله راجل محترم ومعه فلوس وهيعيشك ويعززك مش كل حاجة الفلوس كل حاجة الفلوس لا مش كل حاجة الفلوس حاولت تغير بقى وتفهم ما ينفعش ابدا انو عملتك لأختك تكون كده طيب انا يا راجل ما عملتك مش والبيت ده ما تدخلوش مرة حرام عيك يا مصطفى هتندم اطلعي بره يلا بره يلا بره يمشي اطلعي بره حسك عيني هشوفك في البيت ده مرة تانية مشكلة قوي يا مصطفى الشكر لله يا خطر الشكر لله عمي ما هنسى انت عملتك وقال ايه بحبه ده هيعيشني مالك هكون اسعد واحدة في تكون مع الانسان اللي بحبه مش ده كلامك انت من جبت الاسوى دي كلها يا مصطفى اشرابي بقى اشرابي اشرابي لا اللي انت اخترته هو اللي احناني انا قاسي وهو احناني لا هو قاسي عشان عشان عارف ان ماليش دار عشان عارف ان انت بيعني ومحدش هيوقف جندي ولا حتى هينسفني انا قلت اللي عندي مصطفى انا اختك وماليش حد غيركو في الدنيا دي واحنا نسيناك لا ما تقساش علي يا مصطفى ما تنساش ان احنا دم واحد واخوات روح فين ببعض يا مصطفى روح افداها يا مصطفى ماليش بعبكو برضو لقى مكان اللي احملها بمانت قسيت عليها جاب كله مصطفى مش كنت يابني بقى تقولك ايه ما تتدخلش في الموضوع ده انا اعرف اربيها ازاي كفاية جاباروت بقى يا مصطفى كفاية لا مش كفاية وانت لسه شفت حاجة انا ما عملتش حاجة لكل ده على فكرة يا مانت انا هشوفك كده مططب عليها ونشوفها مالحظة وانا مفتطبش اللي انا قلته هو اللي هيمشي مش كده يا مصطفى اساني عليها كتير هيبت من بين ايدينا مش كده يا ابني شيلا حكتك يا بيت ومشي طلعي برا ومالكيش دخل يومها بالموضوع ده شيلي حكتك وطلعي برا انت خلاص احنا نسيناك انا مش هسمع اللي على مزاجي بس ما بس عندي بقى مكفاية بقى اللي انت عملتوا فيه خلاص خدت على دمكها لما استكفر ما تنساش ان احنا دمه واحد واخوات مالكيش اخوات ومالكيش اهل يلا بنا حتاقين يلا بنا يا بهم انت اهو مش اخوها واقف مفيش راجل هنا في البيت انا مش بهم على فكرة لما اتجاوزت اختك اتجاوزت على سنة الله ورسوله ما خرفتهاش انت قال ليه للأدب؟ صلوا عن نبه يا جماعة اهدى بس امعنا المصطفى تعال معايا انا عايز اتكلم معاك كانتين بقى ربطة اللي دلوقتي اختك مغلطتش في حاجة اتجاوزت الانسان اللي ها بتحبه وبعدين انا عايز اسألك سؤال انت حد جبرك على جاوزتك دي؟ لا يا مني محدش جبر محدش جبر على حاجة ده اتجاوز اللي على مزاجه واللي بيحبه ده حتى قلنا له بنت عمك قال لا مش عايزه انا هتجاوز اللي انا عايزه بص يا أستاذ ابراهيل احنا نسلنا عادات وتقاليد مش معنى ان احنا جينا من البندر نمشي على عاداتهم ونمشي على تقاليدهم الراجل كلمته اللي بتمشي على الست والست لو عسته تتقطم رقابتها اظن الرسالة وصلت بص يا معلم مصطفى الموضوع عمره ما كان في الصعيف ولا في البرياف ولا في البندر ده مسألة منطق وعقل وبعدين خلينا نفترض ان هي كانت اتجاوزت الشخص اللي انت اكبرتها عليه وحصل مشاكل قلت انت هتداول مشاكل دي عارف ليه؟ علشان انت اللي اكبرتها تتجاوز الشخص ده لكن هي اتجاوزت الشخص اللي بتحبه وطبيعي ما بين اي اتنين يحصل مشاكل لكن انت علشان اتجاوزة مش جاية على الهواك مين الاول مسكت في اول مشكلة حصلت ما بينه ليه ما تلم الشام للعيلة وتحتضنه بعض وتحتوه بعض يا اخي ده انت السنة للاختي انت اخوها لو حيت بص يا معلم مصطفى انا قلت كلمتين بما يرضي الله عايز تسمعهم اسمعوا مش عايز تسمعهم انت حر بس انا بكلمك في الصحر يلا سنة يلا تعالي يا امين تعالي او سنة سنة لا فعلا كلامك صح او سنة سبراهيم وما قلتش غير المصور امينة ما تزعلش منك واخوكي من دلوقتي هيكون سنة دليجي والبيت ما افتحلك في اي وقت وبعتزرلك جدا يا او سنة سامي حقك علي ولا اهمك افس مصطفى حافظ عليها في عناية طبعا الاختي الوحيدة وما ليش غيرها انا كنت خايف عليك يا امينة مش هاكفرش حبيبي يا اخويا كنت واسطة ان انا مش هاون عليك ابدا يا مصطفى عمر الدم ما يبقى مياه ابدا وانت اختي وانا ما ليش غيرك انا بخاف عليك حبيبي يا مصطفى في بيتي مفتحك في اي وقت بس اتمنى لما تيجي بعد كده تيجي وانت فرحانة انت وجوزك وسعيدة عشان نعمل معك الواجه يا حاضر يا اخويا عين العقل عين العقل يا مصطفى هو ده انا اعزاه منك يا ولا شاطر حباس يا ام وقهج الناس وقت يا وقت مناش الا بعض حافظ عليها يا سامح في عناية طبعا وانا بعتزرلك جدا يا استاذ ابراهيم لو كنت ولا اهمك يا استاذ مصطفى ربنا هيدس الركب اللهم امين يا ربنا بعد ازدك اتمنى اتنورولا اكيد وبكده اظن رسالة الموضوع وصلت ياريت يا جماعة نوصل الفكرة دي لاكبر عدد ممكن من الناس اعملوا شير شجعونا على فعل الخير وياريت نوصل الفيديو لخمسين الف لايك اللي ينفذ يصلى على النبي ويكتب تم في الكومنتات وبشكر كل اخواتي على الدعم المستمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة